موسيقى مشاهدين الكرام حياكم الله وحلقة جديدة من برنامجكم بالعربي القراءة غيرت حياة ضيفنا في البداية وصارت اليوم هي القصة والرواية والحكاية واجه الأمواج وأحيا أدب البحر وحاكى الحكاية الرملية في أعماق البر لا يرى مانعا للإبداع وإن علت الجدران يؤمن باحتراف الكتابة فرسمها بكل الألوان فترجمت إبداعاته إلى الإنجليزية والألمانية والفرنسية كتاباته تفصل نفسها قصصه ورواياته تكشف غموضها اعتبر العربي المجلة جسرا للتواصل مع البلدان فجاء اليوم بالعربي ليتحول إبداعه من القلم إلى اللسان يعنين الإنسان بداخله والفنان في تجلياته المثقف في هواجسه ضيفنا طالب العلا فارتفع في سماء الإبداع طالب الرفاعي الأديب والكاتب والمثقف والمهندس حياك الله الله يحييك شكرا جزيلا بالدعوة الكريمة كل عام تم خير وعسى الله يجعله شهر مبارك إن شاء الله علينا وعليك إن شاء الله وأيام طيبة بشهر رمضان المبارك نحن سعدها بوجودك بالعربي أستاذ طالب وهذا اللقاء اللي إن شاء الله راح نوص فيه شوية في إلا الكثير اللي موجودة في داخلك طول عمرك يا حبيبي طول عمرك بعد هذا التقرير نعود وضيفنا الكريم الأستاذ طالب الرفاعي ولد قبل الاستقلال بأربع سنوات والده إمام وأمه مدرسة وأول كتاب قرأه كان عن الأم عاشق كرة القدم ولم يكتب له فيها حرف فاتجه إلى الهندسة المدنية علّه يشيد لنفسه بروجا رفض العمل الحكومي لحساب الخاص فاختص بين الهندسة والأدب قصة ورواية يلامس كل الفنون المسرحية والسينمائية والتشكيلية ويوظف علوم الاجتماع والنفس والسياسة والتاريخ والأنثروبولوجيا في حياكة القصة والرواية طيلة أكثر من أربعين عاما رأيه لا يخفيه وعيبه لا يواريه ونقده لا يعيبه والاختلاف لا يثنيه لا يرتدي قفازات عندما يتناول قلمه ليشرح الخيبات وحين يمتطي صهوة حروفه ينطلق الخياله ليكسر كل القيود حبا وشغفا الثوب بالنسبة له رواية تعكسها مرآة الغبش ليشهدها أبو عجاج طال عمرك لما يعترف أغمض روحي عليك تحت ظل الشمس وكأنها حكايات رملية عن عرس النار بينما تفوح منه رائحة البحر لتلهم النوخ ذا النجدي بالعربي يفتح مجال البوح لطالب الرفاع المهندس الروائي والقاص ليعبر عن مكنوناته فهل يستسلم الرفاع للبوح أو يستتر حياك الله حييك اليوم نبيك تستسلم للبوح والله أنا دائما أبوح في البوح الكتابة هي شكل من أشكال البوح صحيح والدك رحمة الله عليه إمام ووالدك رحمة الله عليها أيضا لا تقرأ ولا تكتب فما بين الإمامة وما بين أمية القراءة والكتابة خرج طالب الرفاعي أديب وشاعر في أول محاولة لا عام 1978 تقريبا في نشر قصة قصيرة في إحدى صحفنا المهلية جريدة الوطن الكويتي في ذاك الوقت وهذا الانطلاق حقيقة التي تقريبا عمرها الآن أربعين عام نعم زاخرة بالإنتاج بالمعرفة بالعلم بالثقافة بالأدب بينما بدايتك يعني ما بين هذه المكونات التي سقلت شخصيتك ما لها علاقة أيضا لا بالكتابة ولا بالأدب والثقافة رحت الجانب العلمي في جانب الهندسة نعم هالتكوين كيف أخرج طالب الرفاعي الأديب المعروف والله يعني ليست كل الأمور قابلة للتفسير حقيقة أنا لم أكن أخطط في حياتي أن أكون مهندس ولم أكن أخطط أن أكون كاتبا في مرحلة أولى أشق القراءة الحقيقة هو الذي كان الفارق الكبير في حياتي أنا ولد صغير بيتنا بشرق بين البراحة وبين كنا نصيد طيور في مقبر تهلال وبين البحر نسبح هذا كان عالمنا عالم محدود يعني أتكلم بسيط وجميل جميل بسيط الفريج والبرحة والربع وهكذا الحقيقة النافذة الأكبر فتحت أمامي حينما بدأت القراءة أخذت مني هذه القراءة إلى عوالم أخرى شخصيات ومدن ومصائر وعلاقات وكل ما يمكن أن تراه كبشر أنا شفتها من خلال الرواية ولم أزل ولهذا أحد أهم تعريفات الرواية هي إضافة حياة جديدة لحياة القارع هي كانت الحقيقة المنعطة فأنا بلأت القراءة في الثاني متوسط تقريبا على موضوع القراءة يعني قرأت لك يعني تصريح الحقيقة استوقفني في أنك أول كتاب قرأته كان رواية الأم من خلس مئة صفحة صحيح وأنت في عمر صغير صحيح كنت ثاني متوسط بس الموضوع هل كان باختيارك ولا لأن الموضوع كان صعب وما كان متوفر يعني كتب وكتيبات صغيرة في عمرك لا 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 ولم يكن باختياري أنا تربطني علاقة تقرأة بصلت أرابة بالكاتب المرحوم إسماعيل فهد إسماعيل الرواية والقاص المعروف وهو كان خالي ولهذا كان في زيارة إلى بيتنا وقرأ موضوع تعبير أنت كاتبة أنا كاتبة من باب قلت له أخالي ممكن شوفه حق المدرسة تعذير حق المدرسة ثاني متوسط فهو كان مدخن شرح وضع السيارة وقرأ الورقة وورقتين وورقة ونص فهدين قال لي أنت ممكن تكون كاتب تنبأ لك وبس ورح فأنا دارت الكلمة هذه الذهنية هو يمزح أو منصج أنا كنت معجب بشخصية إسماعيل كان شخص مختلف داخل الأسرة صحيح في بيتها أكو لوحة في بيتها أكو موسيقى كلاسيك تسمع علاقات مغايرة كانت أشوف صورتها بالجريدة أحيانا لذا يوم ثاني أنا رحت عند إسماعيل وقلت له أنت أمس قلت أن أنا بصير كاتب أنت صج أو التغشمر تغشمر قال لا صج قلت له يلا أنا أصير كاتب ولد صغير لا أدرك شيئا عن الكتابة ولا عن القراءة فقال لي روح اقرأ قلت له شنو أقرأ قال اقرأ كتب قلت له أنت تدري بيتنا ما في كتب ما عندنا مكتبة في البيت فبالصدفة هو تطاول الكتاب عطاني قال لي روح اقرأ هذا أنا طبعا في ذهني حينما أنتهي من قراءة هذا سأكون كاتبا ولهذا قرأت بين يوم وليلة 48 ساعة أقل من 48 ساعة أنا أخذيت العصر كملت أقرأ ليل عشر بالليل بعدين صعد قولة 500 صفحة في يومين نعم هذا اللي حصل أن أنا قاعد شغف شلون يدفع لإنسان بضع لا شغف ثم انفتاح على شيء مختلف في الحقيقة يعني ولد عايش في الشرق يشوف النهر مجمد ويشوف امرأة طويلة وجميلة وشغرة مختلفة تماما وحروب وعمال الحقيقة هذا الكتاب هو اللي قادني لما رديت لإسماعيل قلت لأخلصت لا أصدق بعدين ترك القياد لشخص آخر الله يرحم وهو الذي رسم جدوى القراءات أنا لم أتخبط في قراءاتي قرأت الأدب الروسي كاملا ثم الأدب الأوروبي ثم الأدب بتوجيه من إسماعيل فهد إسماعيل بتوجيه خفي إنما الشخص اللي كان يراقبني شخص آخر غير إسماعيل هو اللي عملي كدفتر قراءات وبدأت قراءاتي بالأدب الروسي مثل ما قلت لك مكسيم غوركي وطلسطوي وقوكل ولرمنتوف وبوشكين وشيخوف لماذا اختار لك هذا الأدب؟ لأنه كان ميال لهذا الأدب ولأن هذا الأدب في حينها كان يطرح متسيد متسيد من جهة طبعا تعرف الرواية الروسية هي واحدة من أهم روايات العالم يعني في الخمسينيات أو الستينيات ثم الثقافة الثقافة الاتحاد السوفيتي والثقافة الشيوعية بضب أنا أعتقد هو كان مشبع بهذا التوجه الإنساني مع الإنسان مع الحرية مع الديمقراطية مع حرية المرأة مع الطفولة مع السلام مع المحبة ولهذا أخذني إلى هذا ويبدو أن أنا كنت موهل لهذا لأنه كمان بعد أنا يا من بيئة بسيطة يعني إلى في بيتنا إلى جنبك أنت كل الجنسيات العربية أنت كنت جنبك السوري والمصري والفلسطيني والعراقي والأردن واللبناني والهندي والمهري فالعالم كان كثير قريب مني أنا يعني هذا العالم البسيط العفو بس شخصية الأب الإمام إمام المسجد يعني أيضا ما يعني جذبتك أكثر نحو أن تكون أيضا تسير كما يسير الآخرون يعني ابن المهندس مهندس وابن الإمام إمام أنا اشتبت إمام في فترة صحيح صحيح كان مسيد المناعي لما أبوي الله يرحمه ما كان يروح كنت أنا أمي يعني أحافظ جزء من القرآن وكنت أصلي في الناس يعني بس يبدو أن طاقة الأدب القراءة الفكر الإنسان المغامرة كانت أقوى في أن تأخذني إلى جانبها يقولون بأن القراءة إبصار وبصيرة والبعض يقول القراءة نور هل بتقييمك لتجربتك بالرجوع أنا ما بيأقول لك لما قرأت الكتاب الأول هل تؤكد لنا هذا الكلام أم تنفيه أقصد لما كبرت صرت في منتصف العشرينيات وترجع تذكر هذه التجربة لما قرأت أول كتاب نعم هل فعلا تؤكد بأن هذه العبارة صحيحة أم لا بأن القراءة نور وبصر وبصيرة مئة بالمئة وهذا ليس فقط لأنني أنا حينما أتذكر قراءاتي الأولى حتى اللحظة حينما أقرأ أنا أقرأ ببصر وبصيرة الحقيقة وأتقرأ بانكشاف تقرأ بي لأن اللي يصير أن أنت تقرأ أحيانا خبرة شخص يعني مثلا أكون رواية كتبت بعشر سنين أو خمس سنين أو حتى سنتين أنت تقرأها خلال يومين صحيح عندك خلاصة تجربة إنسانه وقناعته وموقفه وبالتالي فعلا هي بصيرة وهي بصر وفعلا هي انكشاف على تجربة غنية تجربة حياة ثرية نحن نبي نسلط الضوء على أيضا جانب ثري في شخصيتك من خلال أحد أحبابك نشوف التقرير معه ثم نعود لك مرة ثانية إن شاء الله هو الأب هو الأخ هو صديق هو بشكل أكبر الأرض اللي أنا حس فيها بالاستقرار أنا أقول لأنت صوت الصح لما يكون في موقف ويحاول الإنسان يقرر بين الشيء الخطأ والشيء الصحيح دائما وجوده إحنا ما نستغني عنه ما نقدر نتحرك يعني إذا مو معانا طالب الرفاعي ووصل إلى العالمية من خلال ترجمة لأعمال كثيرة إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والتركية أحيانا ألقب بالعسكرية أنت معيشنا حياة عسكرية من الترتيب والنظام والاهتمام هذا كله غير موجود مع الأحفاد الصغيرة اللي هي جدية جدا وفيها جانب من شخصيتك يعني نفس الشيء وعندها اهتمام مثلا من كانت صغيرة نتغني فهو سماهم كلثوم والله عنده هوايات كثيرة بعيد عن الكتابة عنده حب لمثلا الفريمز والإطارات وترتيبهم وشغل النجارة مثلا الاهتمام في أمور الزراعة والنخل الله يطول بعمره يا رب إن شاء الله ويحفظه ونكون دائما في صحته وعافيته ومن إنجاز لإنجاز ونفتخر فيه دائما أستاذ طالب أو مهندس طالب ما تحب ينادونك؟ أحب ينادوني طالب خير يعني نحن نقول نفخر في وجود أسماء تشكل جزء من القوة الناعمة للدولة وهي الثقافة والعلم والأدباء هذه سلاح قوي تستخدم الدول الآن صحيح نحن نحب نناديك الأديب طالب أعلم كونك أحد أدباء الكويت في العقود الأخيرة شنو أهمية أن تكون هناك أسرة مستقرة توفر للأديب للكاتب وصاحب الخيال اللي يحتاج أحيانا إلى عزلة أحيانا يحتاج إلى مشاركة أنه استقرار أسري ما بين أبناء وزوجة هل فعلا هذا الأمر يؤثر على إنتاجك إن كان بالإجابة أو بالسلب؟ شوف هذه قضية تختلف من شخص إلى آخر أنا كثير متعلق بالأسرة والسبب الأساسي لأنني أنا كنت كثير متعلق بوالدتي الله يرحمه هذا التعلق وأنا أزعم دائما وأقول ليس زعما وأأكد على ذلك أن الجامعة الحقيقية التي تخرجت منها كانت جامعة أمي الله يرحمها هي التي علمتني الحوب الوصل الصبر الحلم الأمل مع أنها هي أمرة أمية ولكن كانت مثلها مثل أي من نساء الكويت المعجونين بالألم وبالوجع وبالانتظار وبالصبر وأنها هي التأمل النباشر يكون أفضل ولذا أنا قريب جدا من الأسرة يعني وعندي ما يسمى بالهومسك أو مرض الغربة حينما أسافر بعد أسبوع يعني عشر تيام أسبوعين خلاص ولازم أرد أو أمرض جسديا عجيب لذا أنا قريب جدا من الأسرة وهذا القرب هو الذي يخلق القناعة بداخلي أن استقرارك الأسري قادر على أن يقدم عونا حقيقيا لحياتك وأزعم أن هذا هو الوضع الطبيعي الآن هناك البعض يرى في الإنسلاخ أو يرى في الاستغلال أو يرى في البعد حياتا ليس أنا أنا أحب أسرتي أحب عيالي بزوجتي أحب أهلي ولهذا مثلا أنا عندي يوم الخميسة أختي الكبيرة وأخواني يون مع عيالهم يتجمعون عندي يوم مفرح بالنسبة لي وأنا حريص عليه لكن ليس مثل ما قالت بنتي أن أنا عسكري أو ديكتاتور المحبة يعني عسكرية بمعنى النظام عسكرية بمعنى الحب وأنا أحب النظام صحيح أحب الأشياء تكون يمكن هذا جزء من الهندس لكن الذي يحب النظام الدقيق جدا يتعب شوي يبن قال لك أنا ماني تعبان أنا تعبان كثير في هذا المحيط هذا أيهم أكثر تأثيرا في الآخر أنت من أثرت فيهم ولا أهم من أثاروا فيك والله أنا لا أذهب بقصدية للتأثير فيهم أنت لا تستطيع أن تؤثر بشخص مرغما أنا أتسلك بحياتي داخل البيت أنا طالب الأب أو الزوج أو الأخ أو كذا أتسلك كما أنا بس ضعيف أنت أمام الحفيدة ضعيف أمام الحب حب الحفيدة حب الحفيدة هذا شيء آخر الأحفاد أنا ما شاء الله أني أحفاد بس الحفيدة التي تغني الظاهر سحرتك بصوتك غير شكل هذه يقولون حسب يعني ما نقرأ في تقارير بأن الجهل في الأمم ينتج عن عدم القراءة وإن كانت الأمم تقرأ وتكتب لكن القراءة بمعنى التزود بالثقافة فهل نحن في الأمة العربية يعني جهلاء بهذا المفهوم بهذا المفهوم نعم لا نقرأ ولهذا عندنا ما يسمى بجهلة المتعلمين هو متعلم وخري جامعة خطير هالكلام هذا نعم خطير هالكلام خطير لأنه مؤلم خطير لأنه حقيقي خطير لأنه موجود على الأرض متعلم لكنه جاء هو جهلة المتعلمين هو متعلم هو يحمل شهادة ولا شيء آخر ولهذا تستطيع أن ترصد هذه الظاهرة بشكل واضح أن تسأل أنت لو سميت أنت وزارة أعلام عملت مثلا استبيان كم كتاب قرأ بعد أن تخرج من الجامعة مش هقول لك من الثانوية قلنا جدا البعض تنتهي علاقته بالكتاب وتنتهي علاقته بالكتاب يعني تنتهي علاقته بالمعرفة صحيح رقم كل اللي أوجدت ثورة المعلومات ورقم كل اللي أوجدته وسائل التواصل ما زال الكتاب هو مصدر المعرفة الأول في كل العالم أن تنتهي علاقتك في الكتاب هذا يعني بشكل أو بآخر تنتهي علاقتك بالمعرفة تعيش أنت متعلم تعرف تقرأ وتكتبه ممكن تتكلم أكثر من لغة ولكن في العمق موقفك من الإنسان من الوطن من الحياة من الزوجة من الطلاق من الخيانة من الحب من الأحفاد يبقى منكمشا غائرا يطفو على السطح السطحية الحقيقة لذا فعلا حينما تجد شعوب قارئة فهي شعوب مثقفة هذا ينعكس على المسلك الإنساني الثقافة مسلك والحداثة مسلك قرأت تحليلا لأحد الكتاب تحليل جميل لفت انتباهي وأبي أنقله لك وإذا توافقنا الرأي ولا لا يقول العضلة حتى تكبر تحتاج إلى تدريب والعقل حتى يتفتح ويكبر بالمعنى الإيجابي يحتاج إلى تدريب وتدريب العقل القراءة بالتأكيد هل تتفق مع هذا الرأي؟ بالتأكيد ليس هنا الآن وسائل التواصل الاجتماعية جعلت اختصرت كثير من القراءة في سطر أو سطرين هذه القراءة السطحية العابرة لا تكون خزينا ونحن بالفيزي عندنا القانون المعروف التراكم الكمي يؤدي إلى تغير نوعي عشان الإنسان ينمو عشان يتغير عشان يكتمل إنسانية عليها أن يقرأ الحقيقة هل صحيح بأن أنصاف المثقفين هم أخطر على المجتمع من الجهل أساسا؟ الجاهل مكشوف أنصاف المثقف مشكلته أنه قد يصور لك حلاً لمشكلة ويكون كاذب يعني فيأخذك ويوديك في ستين داهية طيب يعني الآن عندنا ما يقارب إذا بالروح إلى موضوع الرواية اللي هو أعتقد أحد اهتماماتك الرئيسية وإذا أنا بنتكلم عن الرواية في الكويت لا نستطيع أن نطوف طالب الرفاعي لأنك أحد العلامات البارزة في موضوع الرواية أكثر من خمسمائة إنتاج وعنوان في العام الواحد في الكويت أعلم يعني 2018 إذا ما خانتني الذاكرة 17 هذا الكم يعتبر كبير ولا صغير؟ كبير وكبير جداً طيب إذن هل عندنا مشكلة في القراء أم في الكتاب؟ لا عندنا مشكلة أساسية في القراء الآن هذه الظاهرة توجه الشباب إلى النشر التسابق إلى النشر أصبح النشر مقترناً بالسمعة أصبح النشر مقترناً بالحضور أصبح النشر مقترناً بالتوزيع لذا استطاع أن يجذب مجموعة كبيرة من الكتاب الشباب تحديداً خصوصاً بعد ما نشأت في الكويت دور نشر كويتية كثيرة أنا ما كان عندنا دون نشر الآن هناك دور نشر كثيرة يعني فتحت المجال أمام كثير من الشباب أنا بالنسبة لي هذه ظاهرة جيدة أن ينشق للشاب بالقراءة والكتابة واحد أفضل من أن نشق البشاة أخرى تافل وسيئة الآن عندك خمسمية كتاب أنت بين قصة ورواية ومسرح وشعر وخاطرة ومقالات أصناف الكتابة الإبداعية وما شاء دعي يطلع فيهم ثلاثة أربعة مكسب لأن الكل سيجرب بس مش الكل سيستمر البعض يتساقط في نصف الطريق والبعض يتساقط في ثلاث أربعة والبعض يكتب له أن يكمل وأن يأتي شيء كبير الحقيقة والبعض يحبط والبعض يحبط قد يكون مبدعا لكنه يحبط هذا موجود في كل مكان أيضا المشهد بين اليوم والأمس قبل كانت أغلب الروايات التي نشوفها تكتب بلغة عربية رصينة مدققة وقد يكون فيها صيغ أدبية جميلة الآن أنا مر علي روايتين لا أعرف إذا كان فيها أكثر ولا لا مكتوبة باللهجة العامية موجود يعني كنت تسولف نعم صحيح هل هذا في صالح الرواية في صالح اللغة العربية هل مقبول أن تكون رواية بلهجة محلية قولا واحدا هو ليس لصالح الرواية وليس لصالح اللغة العربية يعني أنا من جيل تربينا مؤمنين بشعارات العريضة الشعارات القومية بأن أنت وطنك من الخليج إلى المحيط كان هناك مقومات كثيرة لهذه الوحدة تخليك تؤمن بأن هذا الوطن العربي قابل للتحقق هذا المشروع قابل للتحقق كل هذه الشعارات سقطت ولم يبقى إلا اللغة العربية بمعنى أن أنا إذا أروح الآن إلى السودان أقعد مع سودانيين تكلمون لهجة سودانية أنا لا أعرف شو يقولون وإذا أروح المغرب وإذا أروح الجزائر وإذا اليمن أمان بمعنى أن أنت ما يربطك بالآخر العربي هو اللغة العربية إذن قولا واحدا ليس لصالح اللغة العربية ولا الكاتب العربي أن يكتب باللهجة أين كانت كويتي لبناني ممكن يقول أنا أنا الشريحة التي أستهدفها ليس شريحة أطياف وألوان العرب إذن أنت تكتب حق مجموعة حق ربعك حق الكويت لا ما حق الكويت أنت تكتب حق ربعك المجموعة التي حواليك الخمسين والأربعين أنا أرى كل كاتب كان كويتيا أو كان أي جنسية أخرى هو مشروع لسان في العربية وأنت إذا أردت أن تنطلق إذا أردت أن يكون لك حضور يملأ لأمة العربية عليك أن تكتب باللغة العربية بدون شك اللهجة جميلة بس هذه إشكالية كبيرة من إشكاليات الثقافة العربية في منتصف الخمسينيات أيضا كانت هناك والستينيات لما بدت الروايات تخرج من الإطار الكتابة الصعبة الكلاسيكية الصارمة إلى جرأة لكتاب الخمسينيات والستينيات أيضا واجهوا نفس العاصمة الباب دائما كان هناك من ينادي بالتمسك باللهجة ولكن دائما كان هناك من يبقى واللغة العربية هي التي تبقى يعني ألا يطرح هذا التغيير من باب التجديد؟ لا ليس تجديد أنت عندما تجدد تجدد انطلاقا من الأصول يعني لما جاءوا الفنانين تشكليين وجددوا في شكل اللوحة انطلاقا من المنشور وانطلاقا من فهم حقيقة التشريح الإنساني للجسم الإنساني ما ينطلق من الفراق لذا أنت حينما تريد أن تجدد في القصة في الرواية هذه مغامرة الكتابة مغامرة مفتوحة تماما ليس هناك شكلا للرواية يعني لما كانت الأغاني تكتب ليوم كلثوم بالخمسينيات وكانت تكتب بلغة عربية رصينة بعدين لما جاء بعض الكتاب الذين اتسموا بالجرعة واكتبوا قصائد وغنتها باللهجة المهلية انتقلنا إلى موضوع مختلف تماما الانتقال التجديد يعني هذا مو نوع من التجريب في الموروث الإنساني نحن نتكلم عن كتاب في الرواية في القصة في المسرح في كتاب شيء وأغنية يؤديها مضرب مدة ساعة أو خمس دقائق أو عشر دقائق الهدف من الأغنية شيء مختلف تماما عن الهدف من الكتاب طيب هذا رأيك ويعني قد يكون قابل بالتأكيد ورأي شخصي يحتمل الصح والخطأ والاتفاق والاختلاف صحيح نحن نذهب لأحد أصدقائك وأحد أحبابك أيضا لا رأي معنا في برنامج بالعربي للأستاذ طالب الرفاعي نرى هذا الرأي ثم نوت طالب دافئ في مشاعره مع أصحابه وأصدقائه إنسان معجون بحب الأدب فهو قارئ نهم وأيضا متفرق إنسان منظم فيستثمر وقته في العمل الكتابي لذلك نجد إنتاجه وفير يعني لا تمر ممكن سنة إلا وله أصدار إلى جانب مشاركاته في الخارج اهتمامه في التكنيك سواء في القصة أو الرواية فهو يتميز باللغة شيء نادر نجده عند الروائيين المحدثين عند التقاطات للطبقة الكادحة يعني خاصة الأمالة التي استقدمت من بعض البلاد العربية يشعر بهذه الطبقة ويصور معاناتها وخاصة في قصصه القصيرة نتمنى أن نكون جبهة واحدة في خدمة الحركة الثقافية في الكويت ويكون بيننا تواصل ويكون بيننا تعاون شكرا لدكتور خالد ومن قبل ذلك شكرا لدكتور فرح اللي كانوا معنا أيضا في هذه الملاحظات دكتور خالد عبدالطيف رمضان يتكلم عن جمع الجهود والتواصل هل يعني في قطيعة بين المثقفين في الكويت لا لا دكتور خالد يتكلم لأنه بالكاد قبل شهر كان هو أصبح أمينا عاما لرابطة الأدباء صحيح استهل لذا هو يتكلم عن أهمية أن تتضافر جهود الجميع وتصب في خانة الساحة الكويتية وإحنا كلنا مع هذا التوجه الحقيقي فأنا أضع إيدي في إيد صديقنا دكتور خالد ورابطة الأدباء وبقية المنابر الأهلية يعني الحركة الثقافية في الكويت الآن تنهض بشكل رسمي بالمؤسسة الرسمية المجلس الوطني للثقافة والفنو الأداء هناك جمعية النفع العامة وهي رابطة الأدباء وهناك أيضا بؤر مشئة لما تتكلم عن تكوين تتكلم عن الملتقى الثقافي تتكلم عن المكتبات الجميلة الصالونات الجليس القراءة الحقيقة جهد شبابي جميل أنا مع كل التعامل ما رأيك بالجهد الشبابي في الفترة الأخيرة؟ جميل جدا ومؤمل جدا ومهم جدا تدعمهم؟ جدا أدعمهم وأضع نفسي تحت تصرفهم في أي لحظة يرتقون إمكانية أن أقدم شيئا دعني أعرض عليك قضية أستاذ طالب الشاعر قد يقال له يعني اكتب لنا قصيدة يستكتب نعم لفكرة ما لمناسبة لغيرها عن كذا عن كذا الرواي والكاتب هل يستكتب ولا حضورة يأتي متى ما حضر إبداعه يعني إذا بيأخذك كحالة وكمثال أنت بالنسبة لنا كمتابعين لك أنت موجود ومستمر وعسى رب يعطيك الصحة يعني تقريبا إنتاجك مستمر نعم فبالتالي هل الروائي والكاتب مقبول أن يستكتب ولا حضورة حسب إبداعه وإنتاجه لا هو يستكتب لاحظ الآن انطلاق أي أمل قصصي رواي مسرعي ينطلق من فكرة هذه فكرة يشتغل عليها الكاتب يطورها إلى أن يأتي العمل قضية الاستكتاب أنت الآن لما تكون صاحب صالون أدبي تقول لي أخي طالب أنا عندي جلسة بعد سبوع أو بعد شهر سأتأكلم عن لنفترض التعليم في الكويت الرواية في الكويت القصة في الكويت أرجوك أنك تجهز لي ورقة تجهز لي ورقة بحث فهذا بهكذا يستكتب الكاتب يستكتب بأن هو صاحب خبرة معرفة هذا معروف أنا لا أتكلم عن هذا الجانب كيف تستكتبه يعني مثلا نقول لي أنت غبت صار لك ثلاث سنوات لا يصير تغيب لا يوجد إنتاج رجاء نريد أن تشارك في مشروع لجائزة دولة تقديرية نريد أن ندخل رواية لك صعب حقيقة صعب جدا عن أدب معين أنا بالنسبة لي أتكلم عن نفسي لا أستطيع أن أعمل استكتابا يعني يأتي واحد يقول لي والله أنا عندي جائزة أبيك تكتب رواية وفق هذه المواصفات لهذه الجائزة لا أستطيع أنا أنا شخصيا لا أستطيع أن أعمل إذن متى تكتب أكتب حينما أكون مقتنع تماما بأن هناك فكرة تستحق أن أرصد لها نفسي أنا الآن كل رواية يشتغل عليها سنتين الآن عندي رواية جديدة عندي رواية جديدة تصدر خلال أشهر نستطيع أن نعرف عنوانها عنوانها اسمها نحن في النقل نقول الأنوان هو عتبة الدخول إلى النص وبالتالي يجب أن تتوفر الآن تعرف أنت أنا أدرس مادة الكتاب الإبداعي صحيح صحيح ويد مهم أن تخلق أنوانا ما يكشف الرواية وبنفس الوقت جواز مرور وجواز مرور ويحمل وهو إضافة للرواية ومشوق ومشوق جدا من باب التسويق ولهذا الرواية اللي اشتغلت عليها أنا خلصت منها وقعت حوالي ثلاثة أو أربعة أشهر أبحث عن عنوان كان عندي عنوانين هما الأقرب ثم وقعت على العنوان العنوان الأخير اللي هتصدر فيه اسمها حابي أيش؟ حابي 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 يعني؟ حابي هو اسم لأحد آلهة النيل كان يحمل في بنيانه الجسدي صفة الرجولة والأنوثة طيب لأن الرواية تتكلم عن حالة تحول رواية حقيقية حصلت في المجتمع الكويتي بين تحولت إلى رجل ما تعتقد أن هذا الموضوع قد يسبب لك مشاكل؟ شائك الكاتب رأس حربة أنت مطالب بأن تقول ما لا يقال أنت مطالب بأن تضع إضاءة على البؤر المظلمة أنت مطالب أن تقول كلمة موجعة فهذا وجع الحقيقة يعني هذه قضية موجودة في كل مجتمعات الدنيا اشتغلت عليها سنتين يعني بين البح وبين التقصي وبين التواصل ثم الكتاب أيهم أفضل أن تضع عنوان الرواية وتقودك للتفاصيل في البداية أم تروح في التفاصيل وتكتب وبعدين تضع عنوان الرواية الرواية فكرة أنا طبعا أشتغل بشكل كل كاتب لطريقته أنا أعمل عندي فكرة أضع لها الشخص الأساسية والحدث الأساسي ثم أبدأ بالكتابة الآن أثناء الرحلة هذه قد تتبخر شخصية قد تبرز شخصية أخرى إلى أن تتبلور العمل ثم الكتابة الأولى هي ولادة أولى أنا أشتغل أكثر من مرة مرة ومرتين وعشرة هذا المنهج الذي تكلمت عنه الآن بهالدقيقة الذي سأت هل هو نفس المنهج الذي اتبعته في النجدي نعم النجدي كانت بالنهاية فكرة أنا قرأت كتاب أبناء السندباد لآلم فيلر الصادر عن مركز البحوذ والدراسات الكويتية عن صديقنا الجليل الدكتور عبداللغنين هذا الكتاب خلاني أعجب بشخصية علي ناصر النجدي نوخذه هذا الأعجاب أخذني إلى بحث طويل في كل ما كتب عنه مقابلاته أصدقاءه أهله عياله ظليت أنا سنة أشتغل على النجدي أتقصى ثم تأتي اللحظة المهمة كيف ستكتب روايتك يعني على النجدي لأنه هو شخصية حقيقية شخصية حقيقية تاريخ حقيقي وتاريخ حقيقي سيرة ذاتية سيرة ذاتية كيف ستحيلها إلى سبعين سنة عمره أي كيف ستحيلها إلى يعني البناء التركيبي للرواية أي اللي فيها شوية إضافات فيها خيال قد تكون أحداث غير موجودة بالضبط تماما لذا بعد فترة الآن حينما يذكر الله يرحمه علي النجدي يذكر دائما يقول لك الله يرحمه مات غرقان فحادثة القرق هي الأبقى في ذكرى هذا الرجل لذا الرواية تتكلم 12 ساعة في آخر يوم في حياة النجدي الرواية كاملة هي عبارة من 11 الصبح ل11 بالليل في 19 فبراير 79 اليوم اللي طلع فيه علي النجدي مع أصدقاء الراحة والحداق وحصل ما حصل بس هل لها مدلول عندك التوقيت يعني ليش 12 ساعة مع أنه لفت انتباهي أنه 11 ونص 12 ونص 22 ونص لا أنا ما أخذ أنا دائما أشتقل على الزمن هو الأنصر الأهم يعني أنتم لو مصورين مع المدام ويمكن ما أدري البنتي فرح ما طرقت هذه القضية وايد أنا قالت جندي بالالتزام الآن في الكتابة أكو ما يسمى بالزمن القص وأكو زمن الرواية الآن أنا أنا قعد أحكي عليك أنا قعد أقص عليك هذا زمننا الآن أتكلم عن حادثة سابقة إذن هناك سياق آخر سياق آخر زمن للحكاية ومكان مختلف إذن نجدي زمن القص ماله 12 ساعة وزمن الحكاية 70 سنة من تاريخ الكويت الله تاريخ الكويت لأنه مولود تقريبا 1909 وتوفاه الله 1979 كيف يمكن أن تكتب تاريخ بلد من خلال تاريخ شخصية بس ألم تجد صعوبة وصعوبة مثل ما قلت قبل شوي في العنوان مهلك أيضا في التفاصيل مهلكة في أن تضع في رواية عددها صفحاتها يعني مئة وشيء وتختصر حكاية بلد من خلال شخصية حقيقية موجودة في 12 ساعة إذا كانت الظفيرة هذه جيدة إذا كانت اللغة مكثفة إذا كانت موحية تستطيع أن تقدم ذلك ليس سهلا أنا كتبتها يمكن سبعة أش مرة خلال سنتين أعد كتابتها سبعة أش مرة تعيد بعدها ذهبت فيها إلى مثلا دكتور يعقوب الغنيم لمراجعتها ويعقوب الحج لمراجعتها وكذلك ناصر ولد حسين ولد علي النجدي لأطمعن أن أنا في المكان الصحيح وكل أجمعنها جيدة ساعتها راحت للطباعة والحمد لله النجدي ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والتركية صحيح أنا سعيد بذلك رواية جميلة الله يخليك يا حبيب وفيها حبكة درامية عالية الجودة فيها نكه تصف لكويت بشكل إنساني راقي حنا نتمنى الآن أكو جهد من أصدقاء مخرجين كويتيين للانتقال بها للسينما التي تكون فيلما هل سهل أنه لما تكون الرواية مكتوبة بروح الكاتب بصيغة أدبية تصلح للرواية أنت حال إلى سيناريو تلفزيوني تلفزيوني أو سينمائي أو سينماي يعني كاميرا هذا يرجع لشخصية السيناريست لأن أنت قعد تنتقل الآن بفن مختلف من الرواية تروح تلفزيون أو تروح مسرح فهو سيأخذها يجسد من خلالها رؤيته أهوى الآن لا تعود رؤية المؤلف كاتب السيناريو والمخرج لأن أنا قد أكون كاتب 20 صفحة لمشهدي همني وهو ما يهم ما يتجاوزه فإذن ستنتقل هي لتكون شيئا مختلفا سنتقل معاك إلى محب آخر تكلم عنك والله ما كثره ما لا يكثر هالمحبين وتكلم عنك بشفافية عالية نشوف راية ثم نعود لك الأديب طالب الرفاعي من الأسماء التي حقيقة فرضت نفسها على الساحة المحلية والعربية لا علاقة مع الثقافة والكتابة منذ سنوات طويلة وانا يمكن تابعته من قلال قراءاتي له طالب الرفاعي يتعامل مع الأدباء الكبار هو نفس طالب الرفاعي الذي يتعامل مع الكتاب الصغار يعجبني في طالب الرفاعي أنه عنده وجهة نظر دائما يدافع عنها جعل بيته مقر لهذا النشاط الثقافي لهو الملتقى الثقافي لو صار بينك وبينه مثل اختلاف في وجهة نظر معينة أبدا ما يحطها في باله وتلقى يبادر وأنا أقولها بكل صراحة هو إنسان يعني تخجل منه من مبادرته ولذلك هو يساهم كل من يبحث عن مساعدة ودعم نجده عن طالب الرفاعي يقول فهد مسي بالخير فهد الهندال الأخ العزيز يقول بأنه يخجل من مبادرتك لا يجامل فهد لا لا أعتقد جامل لا أنت مبادر صحيح في دعم الشباب المبادرة بالمحبة ليس مبادرة هذا وصل إنساني جميل يعني أنت بادر أحبابك يعني أنا لا أشعر أن أنا قاعد أجامل أحدا حينما أبادر إلى الوصل الوصل شيء إنساني جميل هل من الطبيعي في أي وسط أن يكون هناك يعني صحي هذا الأمر أن يكون هناك خلافات تقود إلى يعني تكوين جماعات ثقافية أدبية وبالتالي هذا قروب فلان وهذا قروب فلان وبالتالي الكل يعطي ولا مهم أن يكونون في طيف واحد ويتجهون بإنتاج واحد دون تمييز بين نكهة ولون أهو صحي لا مش صحي بس هو طبيعي موجود عبر الدنيا عبر التاريخ البشري دائما كانت أكو شلالية أصدقاء يجتمعون حول كلمة يجتمعون حول وله يجتمعون حول قضية معينة إنسانية إذن دوائر الاجتماع دوائر الخاصة هي شيء إنساني الآن هو صحي مش صحي خصوصا ما تنتقل هذه الدوائر لشيء من أشكال ما أبي أقول لك الحرب شيء من أشكال العداء أو حتى بصيغة أقل شيء من عدم الارتياح من المنافسة اللا شريفة أحيانا علي الوردي يعني عالم الاجتماع المعروف المنظر في هذا الجانب يقول بأنه التنازع أساس التقدم صحيح صحيح تماما يعني التنازع بمعنى هو أنه يخليك تعطي أكثر يعني أنت تعرف الفيلسوف الفرنسي الجميل آلين غري روب غري يقول لي أنا محظوظ لأعداء متجددون ومحظوظ لأن عند أعداء متجددون هذا العداء يخليه دائما في تحدي لعطاء جديد لمغامرة جديدة لكتابة جديدة لفكر جديد لوصل جديد وليس العداء بالمعنى السيء للكريم أحس في يعني مرورنا على إسماعيل فهد إسماعيل وكأني أشعر بأن هذا الكاتب لم يأخذ حقه حتى الآن رمى وفاته صحيح صحيح تماما يعني يعني شوف إسماعيل كان حالا لم يكن كاتبا بمعنى طبعا هو كتب قصة وكتب رواية وكتب مسرح هو بالأساس كان مدرس رسم لاحظ فهو أصلا ينطوي على موهبة كبيرة وحضور إنساني كبير وعند خاصية آسرة الحقيقة قل ما تجدها في الآخرين هو قدرته على عمل علاقات إسماعيل عنده قدرة الله يرحمه عنده قدرة عجيبة على عمل علاقات إنسانية مع الصقير والكبير الأمي والعالم الغني والفقير الرئيس والمرؤوس ولذا عمل شبكة من العلاقات الإنسانية في الكويت والخليج والعالم العربي والعالم هل كنت تتوقع لإسماعيل فهد إسماعيل أن يحظى بجائزة دولية إقليمية هو حظ خذ جائزة السلطان العويس جائزة كبيرة الحقيقة يعني يعني هذه جائزة مقدرة ومعروفة لكن إذا أبعد من ذلك خذ جائزة دولة اجتجي أكثر مرة ثم جائزة دولة تقديرية على خارج الإقليم يشوف بعض الجوائز تعتمد على الحظ تعتمد على الشلالية تعتمد على العلاقات الإنسانية وأحيانا تعتمد على الإنتاج الحقيقي حينما يكون إنتاجا كبيرا لا يمكن تجاوزه يفرض نفسه يعني إسماعيل فهد إسماعيل حينما كتب كانت السماء زرقة في عام 1969 ونشرت في عام سبعين كتب عنها صلاح عبدالصفول كان واحد من أهم الشعراء وقال هذه واحدة من أهم الروايات في التاريخ العربي وهذا ما لفت النظر لإسماعيل لذا إسماعيل أخذ حقه متقدما بالستينات والسبعينات تاليا بسبب من تواضعها بسبب من إنسانيتها بسبب من طبيعة الأجواء التي حصلت أنا أعتقد كان يفترض إسماعيل يترجم أكثر كان يفترض أن يأخذ حضور عربي وعالمي أكثر هذا المفترض أن يحظى بحضور عالمي يترجم يقوم في الكاتب نفسه ولا في جهات كمؤسسات الدولة لديها القدرة على التحرك والقدرة المالية وقدرة النفوذ والتواصل إنها هي من تقوم بهذا الدور شوف خلق قل لك شغلة أنا كنت في نيويورك وقابلت ناشر واحد من أهم الناشرين في نيويورك أمريكي قال لي أنتم الكويتين لماذا لا تحبون الكويت لماذا لهم لا نحب الكويت قال لي أنتم دولة غنية طيب لماذا الكويت لا تأتي إلى نيويورك وتختار واحد أو اثنين من أهم الناشرين وتتفق معهم وتبدأ تنشر أعمالها الإبداعية في القصة في الرواية في الشعر في المسرح الآن هذا الكلام بيني وبيني صار حوالي ثلاث سنين قال لي أمريكا كلها تقرأ الأدب الكوري لأن كوريا جاءت بحوالي سنويا تدفع خمسة مليون دولار هذا مبلغ جدا على دولة على دولة لا شيء على ميزانية الدولة جعلت أمريكا كلها تقرأ الأدب الكوري لماذا الكويت وحن هذا منبر مترجم للغة الإنجليزية بالضبط لماذا دولة غنية مثل الكويت لا تذهب بهذا الطريق أن تتعامل أو تتفق مع دور نشر كبيرة ومعروفة سواء في إنجلترا أو في أمريكا أو في فرنسا التي ترجمت الأدب الكويتي لماذا؟ حول جوابك إلى سؤال السؤال هذا لازم نسأل المسؤولين هذه أمنية بالنسبة هل المثقفين في الكويت والأدباء وجمعيات النفع العام التي يتعاونون معها ويعملون تحت مظلتها أحيانا وبعض التجمعات وبؤر الإشاع كما أسميتها قبل قليل ناجحة في علاقتها مع المؤسسات الثقافية المسؤولة عن الثقافة والأدب في الكويت نحن في الكويت ناجحين ما عند الأدباء ما عندنا خلاف مع المجلس الوطني لا أتكلم عن خلاف يعني النجاح لا يعني وجود خلاف أو عدم النجاح لا يعني وجود خلاف النجاح في أنه استثمار يعني لما إسماعيل فهد إسماعيل قيل عنه ما قيل بأنه أعظم رواية في التاريخ العربي الحديث هل استثمر إسماعيل رحمة الله عليه أبدا يعني هذا النجاح وهذه اللفتة وهذه الشهادة بحيث أنها يخرج إلى إطار الترجمة العالمية وغيرها قد يبدو غريبا أننا أنا طبعا علاقتي في إسماعيل قلت لك انتدت إلى 40 سنة سفرنا مع بعض وقراءاتنا مع بعض ولوحتنا مع بعض وصداقاتنا مع بعض قد يبدو غريبا أن إسماعيل أول ما نطلع من الكويت أكو احتفاء عجيب إسماعيل لما نذهب إلى مصر لما نذهب إلى لبنان لما نذهب إلى سوريا لما نذهب إلى سودان لما حتى سفر أهو أنا ما سفر معه لما رحل إحراق يعني للأسف ماكن موجود احتفاء عجيب بهذا الرجل ولكن يبدو العود في أرضه من سائر الشجري لا كرامة لنذي في أرضه مطرب الحي لا يطرب هكذا يبدو الأمر يعني لذا أتمنى وهذا منبر الآن نحن نتكلم فيه أن تلتفت الكويت لأبناءها الذين يستحقون أن يعانقون العالمية في إنتاجهم هل تؤمن بأن الكاتب يجب أن يكون متفرغاً للكتابة لا مشتغلاً بوظيفة هذا حلم مش أمنية يعني حلم أي كاتب مش حلم آنة حلم أي كاتب أن يكون متفرغاً لأنه أنت لاحظ حينما تصبح الكتابة هي العيش حينما تصبح الكتابة هي الحياة لا شيء يرفض هذا إلا القراءة إذن أنت بين القراءة والكتابة هذه حياتك حينما تكون أنت إلى جانب القراءة أو الكتابة مشدود إلى الركض وراء لقمة العيش قاتل يصبح صعب يعني أنك أنت موظف ورب أسرة عندك التزامات الإنسانية والاجتماعية وعندك خلوتك بأن تكتب بالتأكيد التفرغ إلى صالح الكاتب كان كويتي أو عربي أو عالمي تؤمن بمساحة يتركها الكاتب للخيال العلمي في الكتابة الكتابة تقوم على الخيال سواء كان خيال عادي أو خيال علمي أنت حينما تكتب تكتب بعنصرين تكتب بلغتك وتكتب بخيالك أنا حينما أكتب الآن عن غالب العصيمي أنا أكون قاعد في بيتنا أكتب عنصورة لغالب في رأسي أكتب متخيلا غالب غالب الحقيقة شيء آخر ولهذا حينما أكتب عن رواية عن النجدي علي ناصر النجدي الذي صنع طالب الرفاعي في رواية النجدي هو شخص مختلف تماما عن النجدي صحيح لأن هذا الشخص هو شخصية روائية هو شخصية فنية إذن لا يمكن لأي شخص أن يكتب دون ما خيال نحن سنتخيل أن وصلنا إلى نهاية الحلقة لكن لا سنتخيل أن ننهي الحلقة دون أن نقف معك بالعربي في فقرتنا الأخيرة بعد هذا الفاصل حياكم الله من جديد بالعربي وظيفنا الكريم الأستاذ الأديب طالب الرفاعي بالعربي نجيب محفوظ إيقونة الرواية العربية لدى العالم بالعربي مجلة العربي 1958 الصوت العربي الكويتي الأجمل سيبقى بالعربي الشروق الناشر خاصيني الفنون جريدة قريبة إلى نفسي أسستها في المجلس الوطني في 2001 البراحة وذكريات الطفولة باب الحارة مسلسل كان جميل رواية لم ترويها موجودة عندي لسه يعني ما طبعت رواية خرجت في العقود الأخيرة تمنيت أن تكون أنت كاتبها العقود الأخيرة والمتقدمة اللي هي جميلات النائمات مشيمة الياباني الله تمنيت أن تكون كاتبها بالتأكيد السبب لأنها رواية مكتوبة بحرفية عالية وتلامس موضوعا إنسانيا باقيا بقاء الإنسان باقيا بقاء الإنسان فكرة تدريس الكتابة الإبداعية ماذا يعني لك هذا المفهول فكرة ضرورية وجميلة ومهمة وتلامس روح العصر عيب أنه يكتبه ما يعرف أساسيات الكتابة بالعربي اللغة العربية العباء الأهم التي تظل الأمة العربية الآن يقال بأن الكتابة بلغة الآخر أقرب وأكثر وصولا عندما تكتب رواية وتترجمها هالكلام حقيقي أنا كتبت رواية وترجمتها صحيح هالكلام رواية السينما في الكويت شركة السينما ولا السينما ولا السينما بشكل عام السينما هي حياة أخرى إذا لمن يتابعها الحقيقة حياة ملونة وجميلة وساحرة أنا عاشق للسينما المثقف والحرية الصبعين في إيد وحدة ما يقدرون يفترقون المثقف والإصلاح مصطلح واسع وفضفات جدا المثقف والسياسة ما أحب هذا الإصطلاح الإعلام والمثقف علاقة افترض أن تكون جميلة المرأة هي الحياة مانحة الحياة المرأة الفن التشكيلي شيء جميل جدا في الحياة هو اقتطاع لحظة عابرة وتسميرها لتكون حاضرة وزارة للسعادة ما أعتقد هناك وزارة للسعادة السعادة شيء آخر مختلف وزارة للثقافة ضروري سرقات قصيرة المحبات العابرة هي سرقات صحيرة السرقة الأدبية شيء بشع جدا الحقيقة ولا إنساني المجتمع الاستهلاكي راكض جدا وقعد يطبعنا كلنا بطباعة ومهم أن ننتبه لذلك تعيروا كتابا تعيروا كتبا وراحت علي يا حبيبي يا غالب يقولون بأن القارئ لا يعير كتاب لا يعطي لحد يقولون شيء لكن لا صديق ويقولون عندك صديق وعزيز يطلب كتاب ويقول لك راح أرده ويتأهد ويأخذ وخلاص وما يرده ومجتمع الأثرياء باعث يعني عارف لا أريد أن أقع في مطب أنا عندي أصدقاء أثرياء إنسانيين جدا وحلوين جدا لا تتكلم عنهم شخصيا ولكن لا تتكلم عنهم أتكلم بشكل عام المجتمعات الثرية لها أمراض الثراء لو قلنا غير مجتمع الثراء قد يكون خيرا وقد يكون شرا البسطاء أحبابي أنا بسيط أحبهم ويا من أرضهم الزحمة لا أحب الزحمة كل يعني أنا لو قدر لي أن أمشي أسوق سيارتي في شارع فاضي نص ساعة ألا أنا أروح مزدحم عشر دقائق يختار نص ساعة الوافدون حضور اجتماعي لا يقل أهمية حضورنا موجودين معنا ثقافة المسكوت عنه هي الثقافة التي تكتب لتحت السطح الممنوع مرغوب صحيح تماما عبر تاريخ البشر يتعمد بعض الكتاب أنه يثير يثير ضجة عن شيء ما يكتبه ممكن الشباب أحساسك بأن أنت قادر على أن تعمل شيء تريد أن تعمله هذا هو الشباب الشيخوخة الشيخوخة جلسة جميلة على شاطئ البحر بالنسبة له أنت ناقد تكتب نقدا أكتب نقدا ولست ناقدا لأن هذا شيء مختلف تماما هل صعب أن يجمع الكاتب يعني بين أن يكتب الرواية وأن يكون ناقدا يجب أن تكون ناقدا لكي تكون كاتدا النقد الأدبي شيء جميل ومفقود ما عندنا لأسف في الوطن العربي تسييس الأدب شيء بشى البطالة مؤلمة جدا خصوصا حينما تقترن بالشباب مخرجات التعليم مؤلمة جدا حينما لا تتماشى مع حاجة البلد المدرسة المباركية مدرسة المباركية 1912 الانطلاق الحقيقية ليس للتعليم للثقافة في الكويت التعليم في الكويت الآن ضعيف جدا وبائس ونحن بحاجة إلى مناحج جديدة ومخرجات التعليم أيضا بائسة المنتخب منتخب الأزرق لا منتخب الأزرق يعني أنا لأني أحب الكرة عاشق كرة أتمنى أن يكون أفضل حالا مما هو فيه العمران ليس هناك هوية معمارية للكويت مؤلم المدينة والبادية أنا ابن مدينة بس عاشق للبادية رابطة الأدبة مكان جميل وصرح منذ 1964 الكتابة أو الكتاب أيهما تختار هل هو صناعة الكتاب الكتابي لأن الكتاب يعني القراءة والقراءة أهم من الكتابة صناعة مؤكدة أخيرا بالعربي الأديب والنشر الأديب والنشر علاقة ليست سالكة دائما فيها مطبات جدا أتمنى لك كل التوفيق طول عمرك كل عام أنت بخير وأنت بخير صحة وعافية والجميع إن شاء الله أنت والأسرة الكريمة الأسرة الصغيرة وأسرة أحبابك الله يحبك حبيبي وأنا سعيد بهذا اللقاء وأتمنى الله سبحانه وتعالى يعيد رمضان بالخير واليمن والسعادة على الجميع الله يطول عمرك وعمرك حبيبي كل الشكر للأديب الكويتي المعروف الأستاذ طالب الرفاعي الأكاديمي المهندس صاحب المواهب المتعددة اللي نتمنى له كل التوفيق فيما هو مقبل من الأيام يزيدنا في عالم الثقافة في الكويت غزارة في الإنتاج في الأدب والرواية ورعايته للكثير من الأسماء هو ومجموعة أخرى حقيقة من أدباء الكويت يشكلونها دائما قوة قوة ناعمة تضاف لقوة الدولة إن شاء الله كل شكر لك شكرا لكم إلى اللقاء ونلقاكم في حلقة أخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة